في ذروة المعركة على انتخابات الكنيسة الحادي والعشرين جاءت زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى إسرائيل كرياح داعمة لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو الذي استغل اللقاء لكسب أكبر عدد من النقاط لمصلحته نتنياهو الذي لم ينسى شكر الإدارة الأمريكية على دعمها اللامتناهي لإسرائيل أعاد طرح مسألة الاعتراف الأمريكي بالاحتلال الإسرائيلي للجولان الأسبوع الماضي كشفنا مساعي حزب الله بتمويل إيراني للتمركز العسكري في سوريا على حدود الجولان أعتقد أنه لهذا السبب ولأسباب أخرى حان الوقت لتعترف الولايات المتحدة بالحضور الإسرائيلي في الجولان وبأنه تابع رسميا لإسرائيل إيران بدورها كانت حاضرا أساسيا على طاولة لقاء نتنياهو بومبيو الذين تعهدوا العمل على مواجهة ما وصفاه بالعدائية الإيرانية أقدر حقيقة أن الولايات المتحدة تمنح إسرائيل الغطاء الكامل للدفاع عن نفسها ضد العدائية الإيرانية سوف نستمر في اتخاذ كل الوسائل ضرورية ضد المحاولات الإيرانية لإقامة قواعد عسكرية في سوريا بأسلحة خطيرة حرية عملنا غير مقيدة ونحن نقدر الولايات المتحدة لكونها تدعم أعمالنا كما نحن ندعمها اللقاء الرابع الذي يجمع نتنياهو وبومبيو في غدون أربعة أشهر نعكست أهميته أيضا في مشاركة بومبيو في القمة الإسرائيلية القبروسية اليونانية في القدس المحتلة لما يمكن أن تحمله هذه المشاركة من دلالات هناك أهمية كبيرة لانضمام بومبيو إلى هذا اللقاء وهذا مؤشر إلى حقيقة أن الولايات المتحدة تدعم هذا المسعى الإقليمي وفيما كان بومبيو لا يزال في إسرائيل طلق نتنياهو دعما آخر قبل أسبوعين على الانتخابات بإعلان البيت الأبيض عن لقاء مرتقب بين نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب مطلع الأسبوع المقبل لقاء يأمل أن يحصل خلاله نتنياهو على هدية أمريكية كبيرة لحملته الانتخابية تتمثل في استحابه الجاسوس الإسرائيلي جوناثان بولارد إلى إسرائيل والحصول على اعتراف من ترامب بالاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري